حرب طاحنة في العراق قد تشعل فتيلها ميليشيات الحجد الموالية لإيران هو ملخص تحذيرات دولية متصاعدة في الآوينة الأخيرة تحدثت عن الخطر المتزايد للميليشيات على الوضعين الأمني والاقتصادي في البلاد آخر هذه التحذيرات ما أفصح عنه موقع ديفينس وان الأمريكي مؤكداً أن هناك مخاوف حقيقية لدى كبار المسؤولين العسكريين في واشنطن من أن تدفع ما وصفها الموقع بالميليشيات المارقة في العراق إلى حرب أهلية طاحنة في إشارة إلى صراع دام محتمل بين فصائل الميليشيات المتغانمة على ما تبقى من موارد العراق ومقدرات شعبه الجنرال بول كالبرت قائد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق وسوريا رجح وجود تهديدين رئيسيين لا بد من مواجهتهما حالياً الأول هو استمرار سلطة الميليشيات والثاني هو الملف الاقتصادي المهيمن عليه أيضاً من قبل تلك الميليشيات تقرير موقع ديفينس وان أكد أن مشكلة واشنطن تتلخص في استمرار وجود الميليشيات على الأرض واستمرار فرض سلطتها على الحكومة الحالية في بغداد وتلقي التمويل اللازم لديمومة ذلك النفوذ من إيران وإصرار الأخيرة على عدم تقاسم النفوذ مع أمريكا متذرعة بملف إخراج القوات الأمريكية من العراق وهو أمر لن يتحقق على المستوى المنظور بحسب محللين المعطيات السابقة تبدو كافية لنشوب نزاع مسلح من شأنه قيادة البلاد نحو المجهول لسيما بعد تصريحات أطلقها وزير الدفاع الحالي جمع عناد حينما حذر الشهر الماضي من نشوب حرب داخلية بين فصائل الميليشيات بسبب استمرار قصف المنطقة الخضراء في بغداد والبعثات الدبلوماسية الأخرى والقصف على أربيل مؤخرا وثم تمن يؤكد على أن سيناريو الاقتتال بين الميليشيات وبعضها بات أقرب من أي وقت مضى والحكومة الحالية تتخذ موقف المتفرج الحالم بتدخل عسكري دولي جديد عله ينقذ ما تبقى من العملية السياسية ونظام المحاصصة الآيلي للسقوط